يمين الوطن يسحقون عصابات الإرهاب المرتزقة ويتصدون لفلولهم الخارجية الروسية تدعو للكف عن المتجرة بقضية استلاح الكيموي المفترض والتحقق من صدق المعلومات التي تتحدث عن هذه المسألة والقوات المسلحة المصرية تعد لهجوم واسع على الإرهابيين في شبه جزيرة سينا من تلفزيون الدنيا في دمشق نشرة الأخبار السلام عليكم ورحمة الله نفذت وحدة من بواسل جيشنا كمينا محكما لمجموعة إرهابية مسلحة جنوب مدينة الضمير بريف دمشق تسللت من الحدود الأردنية ما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين ومصادرة أسلحتهم وأدوات إجرامهم وأشار مصدر عسكري إلى أن الأسلحة المصادرة شملت مدفع بي عشر وقواذف أربي جي وعشر بنادق ألية وقناصة وكمية كبيرة من الدخيرة المتنوعة والأقنعة الواقية وأجهزة الاتصالات الحديثة إضافة إلى مصادرة السيارة التي كانت تقلهم دمرت وحدة من قواتنا الباسلة وكرا بما فيه من إرهابيين وأسلحة في حي بابهود بمدينة حمص ودمرت تجمعا للإرهابيين قرب مركز ناحية تلبيسة بريف حمص وأوقعت عددا من الإرهابيين بين قتلى ومصابين من بينهم الإرهابيين عزو مصطفى أسويس ومحمد علي الحسين وقال مفاد الدنيا أن قواتنا المسلحة الباسلة أردت عددا من الإرهابيين في مدينة الرستن بينهم سعودي عبدالله القاسمي ومحمد التقس ومروان منصور وسامر أيوب كما قضت على المدعو عمار موسى الملقب أبو إسلام متزع مجموعة إرهابية وعلى معظم أفراد مجموعته في البساتين المحيطة ببلدة الزارة بريف تلكلخ بينهم عبد الرزاق الأميري هذه هي جثث بعض المجموعات الإرهابية المسلحة التي حاولت التسلل إلى قرية أقميري هذه المحاولة كانت من قرى الزارة وقلعة الحصن كان هناك أعداد كبيرة أدى إلى حالة ذعر بين الأهالي والمواطنين في هذه القرية أدى أيضا إلى سقوط عدد من الشهداء في هذه القرية أغلب المجموعات الإرهابية المسلحة والإرهابين الذين حاولوا الدخول إلى هذه القرية هم من جنسيات غير سورية تم القضاء على أعداد كبيرة منهم انتشرت جثثهم داخل هذه البساتين هنا ثلاثة مدنيين قطعوا لي نروسي من الفراعة وهجروا الأولاد ووفاتوا عن النساء وكسروا بيوت هجموا علينا المسلحين من كل الجهات من الأربع جهات هجموا علينا وشردونا وطلعونا من بيوتنا لا نعرف الضرب مننا يجينا بالسواريخ ما بنعرف شكل السلاح اللي يضربوا علينا فيه إذا بدي أحكي لك شو صار اللسان بيعجز عن الوصف شو بدي أوصف لك يجونا من جميع الجهات يا خير المسلحين عامتنا عامي منمغرب منمشار لك منشويهد من الحصر من الحصرية من الزارة السوين بدي قليك منشميسي ما بقى نعرف منين بنانضل هجروا الطفل هجروا النسوين الأولاد غيروا عليهم حرقوا البيوت في أقراصنا هدموا بيوتنا شو أسه بدي قليك وصلنا الآن إلى قرية قميري هذه القرية التي تعرضت يوم أمس لمحاولة مجموعات إرهابية مسلحة التسلل إلى داخل هذه القرية كما تلاحظون طبيعة هذه القرية خلفها هو وديان وتلال هذه الوديان كانت هي وجهة المجموعات الإرهابية المسلحة التي تسللت عبر هذه الوديان إلى هذه القرية حسب مصدر عسكري صرح لنا بأن المجموعات الإرهابية المسلحة هم شيشانيين يعني إرهابيين شيشانيين بالإضافة إلى أنهم من جبهة النصر قامت بعض المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في بلدة الحصن ومزارع الشويهد بالإضافة إلى قرية الحصر جي والزارة بمهاجمة قرية قميري الصغير والآمني والاعتداء عليها وتهجير أهليها بالإضافة إلى كسب أو سرقة مواشي هذه القرية وممتلكاتها وقاموا بتهديم منازل نتيجة الضربات التي تستخدمها المسلحون وضربات الدوشكا والعربات الثلاثة وعشرين الجيش العربي السوري المتواجد على أطراف قرية قميري وبالقرب منها قامت بالتحرك بشكل فوري والتصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة إذن هي محاولة جديدة من المجموعات الإرهابية المسلحة بالاعتداء على المواطن الآمنين فكان لحمة الديار قولهم وكلمتهم بالقضاء عليهم كانت معكم كنت الخضر لأخبار الدنيا من محافظة حمص في إدلب استهدفت وحدة من قواتنا المسلحة تجمعا للإرهابيين قرب المنطقة الصناعية شمال شرق مدينة بنش ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين منهم الإرهابي خالد عبد الحميد سميسم هذا في وقت يواصل فيه ميامين الوطن تقدمهم على تستراد أريحة اللاذقية وتطهيره من عبوات القتل التي زرعها الإرهابيون في المنطقة وخلال عملياتها من نوعية تمكن بواسل الجيش العربي السوري من فرض السيطرة على عدد من القرى الواقعة على أطراف الطريق وملاحقة ما تبقى من فلول عصابات الإرهاب المرتزقة بخطوات قوية وواثقة وهمة عالية يتابع الجيش العربي السوري تطهير الأراضي السورية من مرتزقة جبهة النصرة الإرهابية جغرافيا اللاذقية أوتستراد أريحة هنا يقوم أبطال الجيش بملاحقة المسلحين الإرهابيين في المزارع وعلى أطراف الطريق ويدخل الجيش إلى قرية رأس المقطع ليتابع ملاحقة فلول المسلحين الذين لم يتركوا بلدة آمنة إلا وهجروا أهلها وسرقوها بعد أن عاثوا فيها فسادا اليوم وبضربات وتحركات دقيقة قام الجيش العربي السوري بعمليات على الأطراف وتقوم وحداته بتفكيك عشرات العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون بعد أن فجروا جسر بلدة بسنقول كما تابع الجيش سيطرته على مناطق شاسعة في المنطقة حيث بسط سيطرته على عدد من القرى على أطراف الطريق وسيطر بالكامل على بلدة بسنقول وكفرشلايا القديمة ورأس المقطع وإرم الجوز ويتم حاليا تأهيل الطريق وإعادة ترميمه ومتابعة فلول الإرهابيين بيد من حديد يضرب الجيش العربي السوري بإيمان بعقيدة بكلمة حق يضرب كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن البلد وإرهاب مواطنيه لتكون كلمة أبطال الحق هي العليا في ساح القتال بتوجيه من سيد الرئيس بشار الأسد منح دكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الجامعي طبيب الأسنان والصيدلاني المخترع الباحث رشاد مراد وسام الإخلاص من الدرجة الأولى نتيجة لإخلاصه في العمل وحرصه على تطوير واقع المهنة من خلال ابتكاره طريقة علمية وتقنية حديثة في تركيب الجسور الأسنان وأشار الدكتور الحلقي إلى مدى اهتمام الرئيس الأسد بتطوير البحث العلمي والثقافي في الجامعات السورية وتوظيف العلوم في البحوث العلمية للوصول إلى ابتكارات علمية تخدم عملية التنمية في مختلف المجالات بدوره عبر الدكتور مراد عن شكره وتقديره للحكومة في تكريم المبدعين معتبرا هذا التكريم نقطة تحول أساسيا في حياته المهنية حقيقة أنه الاختراع هو بيجي بمرحلة النضوج المهني والرقيل والارتقاء في المهنة ويأتي هذا التكريم حقيقة أنه هو تكريم للإنسان تكريم إلي بشكل شخصي وتكريم لمسيرتي وتكريم لكل الأساتزة أعتدنا دائما في السنوات الأخيرة مثل ما قلت لسيادة الرئيس والوزراء أنه يكرموا الرياضيين ويكرموا الأدباء تكريم العلماء أنا بعتبره أنه تتحول أساسية في تاريخ الشعوب لأنه هي بتدفع لحافظ لكل طلابنا ولكل زملائنا أنه يشتغلوا بالبحث العلمي اللي هو حقيقة هو بشكل نقطة الانطلاق الأساسية نحن التطور والارتقاء اللي نحن نطمح إليه عقد التكتل الوطني الديمقراطي المعارض مؤتمرا صحفيا في فندق الداماروس في دمشق حول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا ولمناقشة عدة محاور لوضع حلول إسعافية لمعالجة تراجع الاقتصادي حيث ناقش المجتمعون من عضاء التكتل والخبراء الاقتصاديين محاور عدة منها السياسة الاقتصادية التي يبتهجها الفريق الاقتصادي في الحكومة والسياسة النقدية لمجلس النقد والتسليف ودعم المواد الأساسية والطاقة والرواتب والأجور التكتل القدم رؤيته لحل اقتصادي إسعافي وطرح بعض الخطوات والأفكار لتخفيف الأثار السلبية نتيجة العقوبات الاقتصادية وضعف القيمة الشرائية للليرة السورية مقابل الدولار عقوبات اقتصادية وتضخم كبير حاصل والقيمة الشرائية للليرة السورية مقابل الدولار أصبحت ضعيفة أثار سلبية نتيجة لذلك تستوجب إجراءات إسعافية لوضع حل اقتصادي إسعافي قوى التكتل الوطني الديمقراطي المعارض وبحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين عقدت مؤتمرا صخفيا قدم التكتل من خلاله رؤيته الاقتصادية لحل اقتصادي إسعافي في الأزمة السورية للحفاظ على البيئة الاجتماعية للشعب السوري وعدم السماح بانهيار الطبقة الوسطى التي تشكل معظم الشعب السوري بخطوات تتمثل بي من خلال إجراءات شفافة وحقيقية تؤدي لخفض سعر الدولار والحفاظ على قيمة الليرة السورية وتدخل المؤسسات الحكومة في شراء السلع من الفلاح والصناعي وبيعها للمواطن بشكل مباشر وطرح بطاقة ذكية إسعافية تحوي دعم بالمواد الأساسية الغذائية والمشتقات البترولية توزع على كافة الأسر السورية وخاصة غير الموظفين ورفع الدعم عن المواد البترولية وغيرها وتعويضها بدعم البطاقة الذكية وزيادة رواتب الموظفين بنسبة 200% وإنشاء بطاقات ودعم خاصة بالفلاحين والمنتجين والصناعيين المجتمعون أكدوا على أن لقمة المواطن خط أحمر ونشدوا الدولة لوضع حد للفساد والمفسدين وأهب المجتمعون بالحكومة والفريق الاقتصادي لاتخاذ إجراءات شفافة وحقيقية تؤثر على انخفاض سعر الدولار وتخفف من هذه الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوري الدكتور قدري عندما يقول لقمة المواطن خط أحمر وعندما يقول سأطعم الناس 30 كيلو لحمة وعندما يقول سأسقل السلة الاستهلاكية وعندما يقول سأجعل هناك توازمة بين الأجور وعملية الإنفاق أو السلع فهذا كله كلام خاطئ ثم يخرج ويقول هناك وزم اقتصادية هناك جلطة اقتصادية هذا الكلام خطير ثم يخرج الأسبوع الماضي على قناة سواء الميادين أو على الفضائي السورية ويضع خطة عمال ويقول الدولار كان 210 سيكون هناك خطة 180 ثم 150 و130 بعد ساعات من اتفاجأ الدولار صار بـ 330 الانتقادات طالت عمل الجميع للارتقاء بالاقتصاد وإيجاد حلول إسعافية حيث طلب المجتمعون التجار أيضا بالالتزام بمعاني كلمة تاجر التقوى الأمانة الجرأة والرحمة وتوجهوا إلى كل المتخذرين بكلمة بأن إياكم ولقمة العيش بين السياسة الاقتصادية للحكومة السورية التي لا ترضي الشعب والغلاء المعيشي الذي يهدده يوميا حصار مفروض على بلد حتى اليوم لم تنقطع به أي مادة لا بل زاد ضخ المواد وزادت الأسعار بأشكال مضاعفة وبين انتقادات معارضة لأداء الفريق الاقتصادي للحكومة يبقى المواطن هو الضحية من المؤتمر الصخفي لقوى التكتل الوطني الديمقراطي المعارض حول الأزمة الاقتصادية من فندق الدامروز في دمشق لأخبار تلفزيون الدنيا حيدر مصطفى لا جديد على مستوى الأسعار في أسواق دمشق الجميع يشكو من ارتفاعاتها ورغم بعض القرارات الحكومية بمنع تصدير الخضار والفواكه ومحاولات إغراق الأسواق بالمواد الغذائية بهدف تخفيض سعرها إلا أن الأسعار ما تزال تتابع نشاطها نحو الأعلى من أحد أسواق دمشق رصد لبعض الحالات والله الأسعار غالي كثير شو دك تساوي والله مثل ما لك شايف أنت الله يكون بالعود نهت غير شي لحد هلأ قاله على أساسي خفضه ويساوي أسعار ما في شي كيف شايفين الأقبال على السوق الأسعار يعني الحمد لله رب العالمين بس الأسعار كثير غالي كثير كثير يعني بس الحمد لله يعني الحكومية قررت منع تصدير الفواكه والخضراء بفرق شي بالسوق ولا لا والله أنا لحد الآن ما نحاسي في فرق صراحة بلا من جهة الأسعار وأنا فرقت الحركة يعني فرقت خمسي بالمئة فرق يعني ما شاء الله ذاك رمضان غير هذا رمضان والله هو في غلاء يعني بس يعني شو بننامي الأسعار ما شوفت عينك منتو ما يكون شايفين هل يرشي بالأسعار نزلت كذا؟ لا بلا يعني نزلت ما في شي نزل لا يعني أحسن أشوه من قبل بس الغلاء موجود لسه موجود والله يوضى الأسعار بشكل عام يعني مرعب ومخيف يعني عادة أن تعودت الناس ترتفع الأسعار كل شهر شهرين ثلاثة اليوم كل يوم واليوم الثاني بتلاقي عام ترتفع والله الأسعار إذا تقارننا مع الفترة الماضية قبل هالأحداث كان طبعا أرخص من هاللقب كتير حاليا بلاقي الأسعار بالنسبة للمواطن السوري والرواتب والوضع الحالي غلي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قافلة الوحدة الوطنية في ترتوس تطلق حملة موائد الرحمن لجميع الأهل الوافدين إلى المحافظة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قامت قافلة الوحدة الوطنية بإطلاق حملة موائد الرحمن لأهلنا الوافدين من المحافظات السورية ليقدموا لهم وجبات أفطارية متنوعة تعبيرا من أهالي محافظة ترتوس عن محبتهم ووقوفهم إلى جانب ضيوف هذه المحافظة كل عبدوا بخير قافلة الوحدة الوطنية اليوم عاملة عمل بمناسبة شهر رمضان الكريم لأهلنا الناس حين محافظة ترتوس وهلأ نحن لمدة 30 يوم العمل صاير حبينا نقوم كمجموعة شبابية بنشاط مهم يجمعنا على سفرة وحدة بلقمة وحدة بطبق واحد مشان نقول للجميع ونسبة للكل إنه نحن أد ما حاولتوا إنه نحن نضل إيد وحدة نحن نضل مع بعض دائما واللقمة اللي لقلنا مهيم القصف للشعب السوري كلها فما تحاولوا معنا نحن نضل إيد وحدة دائما الوافد هو الضيف والواجب إكرام الضيف وإن شاء الله نخدم الأسر الوافد أمام الله وأمام البلد وإن شاء الله نحن بإذن الله منصوري وائد رمضانية مختلفة كانت على الإفطار حالة من المحبة والأخوة انعكست على وجوه الأطفال والأهالي مؤكدين شعورهم أنهم بين أهلهم وأن النصر قريب وعودتهم إلى بيوتهم ليست ببعيدة أول شيء كل عام وأنتوا بخير وإن شاء الله رمضان تجي يا رب سوريا بكون أحسن من هيك والحمد لله رب العالمين نحن كأني أرضنا وأحسن كمان والله يديم هالبلد يا سوريين كل عام وأنتوا بخير والله يعيقوا علينا وعليكم وإن شاء الله منتصرين إن شاء الله جيش السوري منتصر نننتصر منصورين نحن منصورين إن شاء الله رمضان كريم إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم وإن شاء الله سنة الجاي كلياتنا منتمون ببلدنا بأمن وأمان وإن شاء الله منتمون بأحسن هذا المكان وإن شاء الله رمضان حلو وعد علينا هاي الثاني يوم رمضان الحمد لله بأهل طرطوس وشعب طرطوس عم يساعدنا بجميع المساعدات الله ينعاد علينا وعليكم عمد محمد الخير والسلام يا رب تستمر مبوائد الرحمن ليلة الشهر الكريم لتزور كافة المراكز فلم يعتد أهل طرطوس إلا على أكرام الضيف من مراكز الإيواء في أخبار الدنيا الفضائية علي الكنج أكد محافظ اللاذقية خلال تتشين عددا من المشاريع الخدمية في مدينة اللاذقية أن الحكومة تسعى لتأمين أفضل الخدمات وتطويرها وتوفيرها للمواطنين وفي معرض شرحه عن تلك الخدمات قال المحافظ إنه تم افتتاح النفذة الواحدة في اللاذقية التي تؤمن للمواطنين إمكانية دفع القيم المالية على مستوى مدينة اللاذقية سواء للماء أو الهاتف أو الكهرباء وذلك كمرحلة أولى لينتقل المشروع في مرحلة أخرى ليشمل المحافظة ككل وفي مرحلة أخيرة ليشمل جميع المحافظات وشدد المحافظ أن المحافظة تتبع تنفيذ المشاريع الخدمية بشكل دائم حرصا على إنجاز هذه المشاريع في الوقت المحدد قمنا صباح هذا اليوم بافتتاح صالة النافذة الواحدة في مدينة اللاذقية التي تؤمن للإخوة المواطنين إمكانية دفع القيم المالية على مستوى مدينة اللاذقية سواء للماء أو الكهرباء أو الهاتف هذا كمرحلة أولى في المرحلة الثانية على مستوى المحافظة ككل هو في المرحلة الثالثة على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى ثم انتقلنا إلى بعض المشاريع الخدمية تتبع تنفيذها حتى نكون على اطلاع دائم بإنجاز هذه المشاريع في الوقت المحدد ثم قمنا بتجشين مشروع خطمي حرف المسيطرة الذي سيؤمن إن شاء الله دعت الخارجية الروسية إلى الكف عما وصفته بالمتاجرة بقضية السلاح الكيموي المفترض استخدامه في سوريا والعمل بدلا من ذلك على توفير الظروف للتحقق من صدق المعلومات التي تتحدث عن هذه المسألة وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية أليكساندر لوجوجيبيتش تعقيبا على الدعاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي باتهام روسيا بعرقلة عمل مجلس الأمن الدولي على ضمان وصول بعثة خبراء الأمم المتحدة إلى سوريا للتحقيق بخصوص الأنباء التي تحدثت عن استخدام السلاح الكيميائي وأضاف لوكا جيبيتش أن تصريح الأمريكي يمثل تفسيرا غير دقيقا لواقع الأمور حول التحقيق الدولي في استخدام الكيميائي السلاح الكيميائي في سوريا مضيفا يجب التوقف الآن عن المزايدة بهذا الشأن وضمان مراجعة المعلومات الموثوق بها حول احتمال استخدام السلاح الكيميائي في سوريا وذلك بالتنصيق بين دمشق والأمم المتحدة بدوره اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان اعتبر أن محاولات الغرب إرسال الأسلحة إلى الإرهابيين في سوريا لا تشكل بداية جيدة لعقد المؤتمر الدولي حول سوريا وقال عبداللهيان أن محاولات الغرب تسليح الإرهابيين في سوريا لا يشكل بداية جيدة لعقد المؤتمر الدولي حول سوريا في جينيب مشيرا إلى أن الحكومة السورية تبذل ما بوسعها لمكافحة الإرهاب وتحقيق الإصلاحات وأكد عبداللهيان أن الحوار الوطني ووقف العنف والتخلي عن قرار إرسال الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية في سوريا من شأنه أن يضمن نجاح المؤتمر الدولي حول سوريا إلى ذلك تتوالى التقارير الإخبارية التي تؤكد وصول مئات الإرهابيين من شط أسقاع الأرض للقتال في سوريا تحت مسمى الجهاد وسط تنصيقا سوريا روسيا لتبادل المعلومات حول استخدام الجماعات الإرهابية المسلحة للسلاح الكيميائي في خان العسل هي معادلة الإرهاب تلتحف مجددا غطاء سياسيا وتتقنع بيانات دبلوماسية تخفي وراء مصانعها في البيت الأبيض سوادنيات لتقطع المسافات شفرة إرهابية من واشنطن إلى الرياض تحمل فيرانين الهاتف بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والعاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز مزيدا من المعاناة للشعب السوري الذي يبدو أن تكرار الحديث بين السعودية وأمريكا عن حرب أهلية فيه ليس من وحي الواقع وإنما من صدى أمنياتهم فرغبة أوباما في تصعيد الميدان واضحة من تكرار العبارة التشديد على دعم المسلحين قالها الرئيس الأمريكي وإن كانت ربع الحقيقة أما ما تبقى منها فتتحدث عنه موسكو على لسان نائب وزير خارجياتها ميخايل بوغدانوف وفي معلوماتها عن وجود مرتزقة ومتطرفين متعدد الجنسيات في سوريا بين أمريكي وأوروبي وحتى روسي وما يكمل الحقيقة الإدانة من الفم وإقرار مصادر في ميليشيات ما يسمى الجيش الحر عن تخوفها من دخول نحو 1500 من المتطرفين الأجانب المنضمين إلى القاعدة إلى الأراضي السورية خلال الإسبوع الحالي عبر تركيا التي سهلت دخولهم بقرار سياسي لتشير إحصاءاتهم النهائية إلى ارتفاع أعداد المقاتلين الأجانب إلى نحو 17 ألف مقاتل أجنبي غير سوري القسم الأكبر من العرب بينهم يحمل جنسية السعودية بينما تتشكل أكبر كتلة غير عربية من الجنسية الشيشانية ما أثار قلق ما يسمى الجيش الحر خاصة وأن جناح القاعدة في سوريا طلب منه تقديم الطاعة والاستسلام ومبايعة القاعدة في بلاد الشام والاندمام للمطالبة بكرسي الخلافة وعدم المخالفة وإلا كان المصير اغتيالات وتصفية تتحها تنظيم القاعدة بقتل اللاثقاني كرسالة إلى الجيش الحر احتار في تفسيرها خاصة وأن من يدعي أمريكيا دعمه دون غيره من المتطرفين ما زال يرسل الأسلحة لهم وللتنظيم من البوابة التركية ومن البوابة اللبنانية أيضا حيث كشفت صحيفة الديار أن مرفأ ترابلوس في شمال لبنان يستقبل بواخر تحمل أسلحة ويتم تفرغها تحت حماية مسلحين أصليين يسيطرون على المرفأ وتكشف مصادر أخرى أن عقدا جديدا مع الإرهاب والتطرف وقعته واشنطن يبدو أنه كان بالخفاء عن باقي الفرقاء من الإرهابيين ويبدو أيضا أن شروطه الجزائية لا تترك مجالا للعودة إلى الطاولة السياسية إلا بعد مكاسرة دولية تفضي الاستقصال للجذور الأصولية في مصر شارك عشرات الألاف من أنصار جماعة الأخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتحالفة معها أمس في مليونية أطلقوا عليها اسماء الزحف للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لكن الثوار في ميدان التحرير حشدوا في المقابل من أجل محاكمة مرسي وقادة الإخوان والقصاص للشهداء الذين سقطوا في عهدهم وتوافد عشرات الألاف من أنصار مرسي أمام مسجد رابع العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة بالجيزة منذ الساعات الأولى لصباح أمس وبعد أن وصل العديد من المسيرات من داخل القاهرة وكذلك عدد كبير من الباصات من مختلف المحافظات وحاول المئات من أنصار الرئيس المعزول القفز من أعلى الحاجز الذي وضعته القوات المسلحة بشأن الطيران بمحيط الحرس الجمهوري فأطلقت القوات الأمنية المتواجدة عيرة نارية في الهواء أجبرت المتظاهرين على العودة إلى الخلف والاعتصام بمحيط مجمع المصطفى الإسلامي بالمقابل تظاهر ألاف المواطنين أمس في ميدان التحرير للمطالبة بمحاكمة قادة جماعة الأخوان المسلمين خصوصا الرئيس المعزول على الجرائم التي ارتكبت خلال العام الفائت والقصاص للشهداء الذين سقطوا في حوادث متفرقة وتوافد على ميدان التحرير وقصر الاتحادية ألاف المواطنين للمشاركة في الإفطار الجماعي للقوى الوطنية إلى ذلك دعت الولايات المتحدة إلى الكف عما أسمته الاعتقالات التعصفية بحق قيادات في جماعة الأخوان المسلمين حيث أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر سيكي أن مثل هذه الإجراءات لا تساهم في حل الأزمة المصرية حسب تعبيرها الاعتقالات التي شهدناها في الأيام الأخيرة واستهدفت مجموعات محددة لن تساهم في المصالحة الوطنية التي تحاول الحكومة الانتقالية والقوات المسلحة الوصول إليها ولو استمرت الاعتقالات السياسية على هذا النحو فمن الصعب أن تخرج مصر من هذه الأزمة بسهولة أعلنت مصادر عسكرية مصرية أن الجيش المصري قام بتوسيع عملياته الأمنية شمال سيناء بالتعاون مع الشرطة لإحكام السيطرة الأمنية على سيناء ومواجهة العناصر الإجرامية فيها ولفتت المصادر العسكرية إلى أن القوات المتمركزة في سيناء في حالة تأهب عال حيث يشارك في العملية عناصر من الجيش الثاني الميداني وقوات حرس الحدود في الجهة الشرقية ومجموعات من القوات الخاصة ووحدات من الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة تقوم بالمراقبة والمتابعة بحرا وجوا بالإضافة إلى التنصيق الكامل مع عناصر وزارة الداخلية في شمال سيناء وأعضاء جهاز الأمن الوطني هناك من خلال أحدث وسائل التتبع والاستطلاع لمجابهة تلك البؤر التي يتركز جزء كبير منها في مناطق بالقرب من خط الحدود الدولية مع غزة وفلسطين المحتلة تعرض مطار العريش الدولي في الساعة الأولى من صباح السبت لهجوم مسلح بقذائف أربجي يأتي ذلك غدا تا مقتل ضابط شرطة وسائقه بقذيفة صاروخية أطلقت على سيارتهما من قبل مسلحين في سيناء فيما استهدف هجوما آخر في نفس الوقت كمينا للجيش بالقرب من مجلس مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء المصرية ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجومان قد أسفر عن إصابات هذو ما زالت الاجتباكات مستمرة وقد وصلت طائرات عسكرية من طراز أباتشي وتقوم حاليا بالتحليق بكثافة فوق أجواء رفاح والعريش أكد مصدر عسكري مصري كبير بأن ضباط الاستخبارات والاستطلاع المصريين برفح تراقب تحركات أفراد الأمن التابعين لكتيبتي اليرموك وعكا التابعتين لحركة حماس المنتشر على الحدود الفلسطينية مع مصر وقال المصدر أن أجهزة الاستخبارات المصرية ترصد تحركات حماس ومراقبتها للأمن المصري وهو ما دع الجيش المصري لاختراق المجال الجوي لقطاع غزة بطائرات استطلاع لتصوير تحركات أفراد الحركة العسكريين داخل قطاع غزة خاصة بمناطق رفح وخان يونس وساحل البحر لرصد أي تحركات معادية ضمن خطة الدفاع العسكري المعدة من قبل قيادة الجيش الثاني الميداني كما كشف المصدر الأمني بأن أغلاق معبر رفح البري وإعادة فتحه جاء كخطوة احترازية من مصر لكي تسمع وعودا من حركة حماس بعدم المساس بأمن مصر القومي بدعوة مساعدة الأخوان المسلمين وأن تكون حماس محايدة من أجل خلق أجواء مستقبلية مع مصر وتكون العلاقات ناجحة بشكل فعال يخدم القضية الفلسطينية موسيقى 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 قتل أربعة عراقيين اليوم وأصيب تسعة آخرون بجروح في هجمات إرهابية متفرقة شهدتها مدن المقددية وبعقوبة والموصل في العراق فيما ذكرت مصادر أمنية وطبية عراقية أن ثمانية وثلاثين شخصا قتلوا وأصيب خمسة وعشرون آخرين بجروح في هجوم إرهابي انتحاري استهدف مقهن في مدينة كاركوك شمال العراق ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في مقهن بحي حزيران بكاركوك ما أدى حسب الطبيب إبراهيم شكور إلى مقتل ثمانية وثلاثين شخصا وإصابة خمسة وعشرين آخرين بجروح وذكرت الوكالة أن العشرات من أهالي الضحايا تجمعوا أمام دائرة الطب العدلي التابعة لمستشفى كاركوك العام وهم في حال من الغضب بانتظار معرفة مصير أبنائهم حكمت محكمة سعودية اليوم على شخصين بالسجن ثمانية وتسع سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرات في منطقة القطيف شرق البلاد وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المحكمة حكمت على أحدهما بالسجن ثماني سنوات للمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية في منطقة القطيف وحيازة صور مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول ومعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات والزجاجات الحارقة وتستره عليهم أعلن الكريملين اليوم أن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي باراك أوباما بحث خلال اتصال هاتفيا قضايا العلاقات الثنائية العاجلة ووضع موظف الاستخبارات الأمريكية السابق أدوار سنودن ونقلت بكالة ريا نوفوستي الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين قوله أن الرئيسين بوتين وأوباما تبادلوا وجهة النظر حول التعاون الثنائي والموضوعات الأمنية كما ناقش وضع سنودن وقد أصدر البيت الأبيض في وقت لاحق بيانا مماثلا قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في حادث حراف قطار عن سكته قرب العاصمة الفرنسية باريس اليوم وفق حصيلة غير نهائية أعلنها وزير الداخلية الفرنسي منويل فالس وذكرت بكالة الصحافة الفرنسية أن فالس نبه إلى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع لافتا إلى انقلاب العديد من المقتورات وكان القطار الذي يربط بين باريس وليموج في وسط فرنسا انشطر نصفين لسبب لا يزال مجهولا بعدما وصل بسرعة كبيرة إلى محطة بريتيني سور أوروش بقي مشاهدين تذكيركم بأبرز عنوين هذه النشرة ميامين الوطن يسحقون عصابات الإرهاب المرتزقة ويتصدون لفلولهم الخارجية الروسية تدعو للكف عن المتاجرة بقضية السلاح الكيموي المفترض والتحقق من صدق المعلومات التي تتحدث عن هذه المسألة والقوات المسلحة المصرية تعد لهجوم واسع على الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء خطا موضي نشرة الإخبارية أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق شكرا لكرم المتابعة دمتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة